مزلنا في الشأن المحلي وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دون تحقيق احتياجات قاطنها كما تقول الشائعة تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت بدورها تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دون تحقيق احتياجات قاطنيها مشددة على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها وتنفيذا لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل اللجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة بتضم في عضويتها أكثر من 10 ألاف مواطن تلعب هذه اللجان دورا رئيسيا في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها فضلا عن أن المبادرة تتبنى نهجا شاملا في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنى الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة ترجمة نانسي قنقر